السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في مطبخ تيما بما انه ضروري من الكيك في العيد فاليوم ان شاء الله سنتقسم معكم وصفة كيك طالع هج خفيف مكونات له بسيطة متوفرة في كل بيت وكي يجي ناجح مئة في المئة سنتقسم معكم مع جميع الاسرار تواعن طريقة الطهي في جميع انواع الفرن وايضا نصائح باش ينجح معكم الكيك سنتقسم بسلسة شوكولا اللي هي الديدة بزاف اقتصادية ومكوناتها بسيطة متوفرة في كل بيت والمضاق ديالها كي يجي الديد ورائع فكنتمنت تجعوني بلايكاتكم تتبعوا معي الفيديو الاخير ونخليكم تكتشف الوصفة والمقادير فاكمدوا بسم الله بالمقادير سنتقسم في الاول الثلاثة ديال الحبات ديال البيض اللي يكونوا من الحجم الكبير ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة يعني اننا خرجناهم من تلاجة من قبل على الاقل بواحد ساعة ولا ساعتين غادي ندفع عليهم هنا كأس ونصف او لكأس وربع من السكر السكر دائما على حسب الضوء ما يعادل تقريبا واحد مئتين جرام ديال السكر غادي ندفع عليهم جوج اكيد ديال السكر فاني بجينكها يعني متركز ويجين الماضاق ديال هاد الكيك هدا بنين وغادي نضيف قبصة ديال الملح غادي نخدم انا معاكم هاد الكيك هدا بالطراب الكهربائي ولكن ممكن انكم تخدموه في الخلاط او تخدموه بالطراب اليداوي غير خدموه البيض مزيان حتي يضاعف الحجم دياله وديك السكر اللي غا تخدمو بيهم الافضل يكون الحبيبات دياله رقاق حاجة اخرى اللي بغا تنأكد عليها بالنسبة للبيض الى كل حجم دياله صغير فاديروه ربعه ديال البيضات كل حجم دياله كبير كيف ما درت انا غاديروه ثلاثة ديال البيضات كنبقا كنمزيج انا كيف كتلكم غير بالطراب الكهربائي حتى نحصل على قوام كيكون متضاعف كيكون السكر بدك يدوب واللوم ديال الخالد كيتبدل من الصفار كيولي غادي البيض بهاد الشكل هاد من بعد غادي نضيف كأس ممتلئ ديال الزيت ودائما القياس اسرا كنناخدها بالكاس ديال العنبة يعني هادا كيعبر نفس القياس ديال العنبال للعبار دياله ميتين ميلي لتر كنضيف هاداك الكأس ديال الزيت وكنستامره في الخفق حتى نحصل على خالت اللي هو كريمي والناس اللي كيسولوني دائما في التعليق واش ممكن نعودو الزيت بالزبدة طبعا ممكن الزبدة كتعطي طعم اللي هو الاد اكتر ولكن الزيت كيبقى اقتصادي وحتى هو كيعتى واحد القاوم اللي هو الديد غادي نضيف هنم فيما بعد ايضا كأس ممتلئ ديال الحليب مايو عادي الميتين ميلي غادي نضيف علبة ديال هادا ديال هادا ديال كراميل هكا فلون كراميل هادا كيجي ديال ديال كراميل كيجي بنين وكيعتى حتى واحد الماداق حيث احنا غاني نديرو ها شوكو كراميل غادي يجي الماداق ديال كراميل طاغي فيها بزاف كنتمنى انكم تجربوها بهذا الديا وقت هادا اللي ما متوفرش يديروا واحد اخر ولكن هادا كيجي افضل مني كنضيفهم كنخفق بسرعة ليهي اقل يعني ما نخفقش بنفس الجهد الاول غير السرعة ليهي اقل وحتى المزاج المكونات كاملين عادي بش كمده نضيف الدقيق بنسبة الدقيق فانا درت كأس في الاول ديال العنبه غادي نضيف عليه هنايا ثلاثة ديال اكياس ديال الخميرات الحلويات مايعادي الكيس واحد كيوزن ثمانية جرام يعني ثلاثة الاكياس عفون غادي نضيف ايضا كأس ثاني ديال الدقيق وغادي نمزج ممكن تديروا الطراب الكهربائي او لا تديروا الطراب اليدوي غير دائما مني نخفقوه نخفقوه بسرعة ليهي منخافضة ما نديروش سرعة ليهي مرتفعة باش ما ننهبطوش القوام ديال الكيك بنسبة المفتدئات كان ننفضل انهم يستعملوا الطراب اليدوي في هذه المرحلة هادا نمزج الدقيق كامل ودائما كراقبو القهوام ديال الكيك خاص يكون كين نقدر نكشبو بشكل تمانية للوجه الكيك وكيهبط على الشكل الخطلي هو متاسل بنسبة لكمية الدقيق الإجمالية اللي دخلت انا فهي ثلاثة الكووس وربع يعني مايو عاديل واحد ثلاثة بيا وربعين جرام ديال الدقيق ولكن كيف كنقول لكم في كل فيديو الدقيق يبقى على حسب الحجم ديال بايد اللي خدمتو فيه وايضا على حسب النوعية دياله اضافوا بتدريج غادي يكون الاختلاف بينه وبينكم تقريبا في ربع كاس غادي مقاك المزاج انا كيف شو معي حسنا ندخل كيمية دقيق كاملة حسنا نتأكد ان الدقيق مايبقاش يمتكتل في شي مكان عارباش ديك الساعة غادي ندوز باش نحضر القالب ديال كيك بالنسبة للقالب فممكن تستخدموا اي قالب نتوفر ليكم انا غادي نستخدم معكم هاد القالب هذا اللي توصلت به من جهاز دارك الشكل دياله كيجي جميل وهو من انواع القوالب ديال غرانيت اللي خارج الدعبة كيجي تقيل وفي نفس الوقت كيجي يعني ما كيلسقشينا لكيك فيه وكيعتى واحد الاشكال اللي هي جميلة كان منه اشكال اللي هي مختلفة طبعا غادي نخلي لكم الرابط غادي تاخدو من الموقع الشكل اللي كي ناسبكم انا بالنسبة لي استخدمت معكم هاد الشكل هادا والاشكال الاخرى ان شاء الله هنستخدموها مساء الاخرى مغير الكيك غادي تشوفوا معي في فيديوهات مقبلة بحول الله غادي ندهن القالب ديالي فقط بالزبدة ما غادي نشرب شو بالدقيق من بعد غادي نوزع فيه عفوا ثلوتين الكمية يعني الكمية ديالي غادي نخلي منا غير واحد الجزء اللي هو بسيد غادي نضاف عليه كيس حتى الجزء كيس ديال الكاكاو تقريبا ما يعادي الواحد الملعقة اللي هي كبيرة غادي نطرب هاداك الكاكاو مع الخليط جيدا وغادي نضاف عليه شوية ديال الحليب تقريبا 1 ربع كأس لان اللي كنضاف الكاكاو القاوم ديال الكيك كي بدك يتقال باش يبقى لين خفيف كنضاف عليه 1 ربع كأس ديال الحليب طبعا الحليب وقاع المسائل اللي كنخدموه بها الكيك كتكون خارجة متلاجة من قبل بساعة او ساعتين خاصة تكون درجة حرارة الغرفة منيك نحصل على كيك بهذا القاوم يعني على خالة تعافون بهذا القاوم هذا غادي ندوز نفرغ فوق القالب ديال الكيك مباشرة غادي نوزعه كامل بالتساوي من الاعلى ديال الخالة ديال الكيك الاول من بعد غادي ناخد واحد العود او الكيوضون وغادي ندير به واحد الخطوط من الداخل غير باش هاداك الخالة ديال الكاكاو كيهبط ليوصل لخالة ديال فاني شوية وغادي ندخلو الفران فانا دخلتو الفران اللي هو بارد فورن كهربائي ولكن باد حتى دخلتو عاد بجدرتو على ميو سبعين دراجة خدمت المرواحة وخليتو مددي الخمسة واربعين دقيقة حتى طلع مزيان محليتش عليه بتاتا حتى طلع مزيان وتحمر طبعا النار من الاعلى والاسفل منسبة الفران ديال غاز فهتوه فحته هو نفس المسألة غادي تدخلو الفران اللي غادي تشعلو عليها غير من الاسفل ديالو وغادي تخليو الفران اللي هو بارد حتى كي يتحمر جي في تحمره من الجناب على بجدك ساكة تشعلو عليه الاعلى ما نحلوش عليه نصاعلو لكاملا وخلنشمو الرحا ما نحلوش باش الكيكا ديالنا ما تهبط ودائما منين نخرجو الكيك منجوش نخرجوه مباشره من الفرن كنفسو عليه ٥ دقائق والفران عليهم منفس عربة جديك الساعة كنخرجوه غادي نخرج الكيك ديالو نخليه جانبان برد وندوز نحضر السلسة غادي نحتاج الكأس ممتدلئ ديال الحالي مي يعادي 200 ميلي الميلك كأس ديال الماء ماي يعادي 200 ميلي كأس الا ربع ماي يعادي 180 ميلي ديل زيت سنضف عليهم جوج اكيس الكاكاو المر مع دي الملعقة كبيرة اللي هي مبتلئة ومن الافضل ديرو دي الاكيس كي يجي المدق ديالو الديد سنضف ملعقة ممسوحة يا اما من نشا او من الدقيقة نستعملت غير الدقيق وتقريبا واحد الكأس نفس الكأس اللي قيسنا به غدي نقيسو به الشوكولات يكون قطع در تقريبا واحد اثنين وعشرين قطع دي الشوكولات بشوكولات غالا ولكن الى استخدمتو الشوكولات عادية غادي تهرسوها وتعبرو كاس كاملنا نمزج الكل وكنديرو على نار اللي هي مهيلة مع التحريك المصامر حتى كيدبو لي المكونات كيشفتو انا ما ضفت السكر لانني كتفيت بالحلاوة ديال الشوكولات ولكن الى درتوشي الشوكولات اللي هي حقيقية كتكون في امرة شوية ما كتكونش حلوة ضيفوا القليل من السكر السكر كيبقى على حسب الضوء انا كنبغي هات السلسة هادي جي غالب عليها المضاق ديال الكاكاو باش كتجيب نينا غادي مبقا كنمزج حتى نحصل على قوام غادي بدي يتقالب هات الشكل هادا هو را غادي بيليكم راح خفيف في الاول ولكن من بعد راكي بردو كيدي يتقالب انا ما غادي نحضر هات السلسة كيف كلكم حتى كيدفالية الكيك الكيك راها حيتو من القالب وخليتو واحد المدة حتى دفالية عاد باش سقيتو بالسلسة اللي كتكون سخونة غادي نسقيها في الاول باش كيتشرب شوية وغادي نخلي القليل لوقت تقديم منسبة لي انا ما خليتش الكاكي برد لانني صورتها ومباشرة قطعتها ولكن ما الافضل تسقيوها مزيان ودخلوها تلاجة تشرب مزيان وعاد باش في وقت تقديم كتزيدو تكمل عليها الكيمياء الاخرار ها كتكون عقادة قدي تتخفوها غير باش شوية الحليب وتسقيو بها كيجي كاكلي هو خفيف بزاف كيجي هشيش وكيدفل فم بمعنى الكلمة كانت منها فعلا تجربوها واصفة ليها بسيطة ومكوناتها بتوفرة في كل بيت خليتليكم مرحة الى الملتقى مع وصفات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة